مجهز الخامسة من التناصح مجهز الداخلية لشؤون العناصر التابعين لكتيبة مشيرا إلى توزيعهم على إداراتهم العامة خلال الفترة القادمة وأضف المزغي إلى تسليم المقرات جاء في إطار خطة رئاسية المقترح لبسط الأمن وإنهاء حالة الفوضى التي تشهدها العاصمة طرابولوس أعلن وزير الخارجي الإيطالي إنزو ميلانيزي أن قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر أبدأ رغبته في المشاركة بمؤتمر باليرمو الدولي الخاص بالأزمة الليبية وقال ميلانيزي في تصريح للصحفيين اليوم الخميس على هامش أعمال المؤتمر الوزري إيطالي أفريقيا الذي يعقد في روما إن هناك تواصلا مستمرا مع حفتر وقد أعطى عدة تأكيدات عن رغبته في حضور المؤتمر مضيفا أن طموح إيطالي يتمثل في أن يكون المؤتمر من نتاج عمل الليبيين ومن المتوقع أن يزور حفتر روما في الأسبوع القادم للاجتماع بالمسؤوليين الإيطاليين قبل مشاركته في المؤتمر الدولي بعاصمة إقليم سقلية اعتبر الرئيس الروسي فليدامير بوتين أن الوضع في ليبيا لا يزال متأزما داعينا لطرف الدولية للعمل على عدم تصعيد الأزمة وأكد بوتين في مؤتمر صحفي عقده في موسكو مع رئيس الحكومة الإيطالية جوزاب بيكونتي على دعم موسكو لما تبدله إيطاليا من مساع في سبيل استقرار الأوضاع في ليبيا مبديا دعمه لمؤتمر بليرمو حول ليبيا وأوضح في الوقت ذاته بأن التمثيل الروسي في هذا المؤتمر سيكون على مستوى عال وأضاف الرئيس الروسي بأن مواقف بلاده وإيطاليا متطابقة حول أهمية حل الأزمة الليبية وأن تلعب الأطراف الخارجية لعب دور الضامنين لما يتم الاتفاق عليه قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة إن البعثة الأممية شاركت في معالجة الأزمات التي شهدتها ليبيا إبانا هذا العام الذي يموج بالاضطرابات وأوضح سلامة في بيان صادر نشر على الموقع الرسمي للبعثة بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة والسبعي للمصادقة على مثاق الأمم المتحدة أن البعثة صعدت جهودها لحل الأزمة التي شهدتها منطقة الهلال النفطي إلى جانب صياغة وقف اطلاق النار بين الأطراف المتحاربة بالعاصمة وفق قوله وأعرب المبعوث الأممي عن أماله في قدرة الليبيين على التوحد لرسم طريقهم نحو حكومة وبرلمان وجيش واحد يهدف إلى تحقيق السلام والأمن وفق تعبيره نهاية الموجز إلى اللقاء